اشتركوا في القناة 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 واللي كان وزير tallest والصيد البحري يعني اليوم ما نعيشه رمس اول عليها هذاك رئيس الحكومة اللي قلت اكثر من مرات ان الفشل دياله بان منذ السنة الاولى ان سيئا لهم كانشوفوا معاناة كبيرا المواطني المغاربة كانشوفوا ان المواطني لاحقا قادر القدرة الشرائية دياله اضعفت بوحدششكل كبير يعني غلباته احتماط الاشياء اللي مع منها كان المواطني المغربي يعني كيدرب لي حساب رغم لازمات العالمية لانه في بعض احيان كيقولك بان الازمة العالمية والحرب ديال الاوكرانية دازوا ازمات قبل وما عمر وصلنا لهذا شي اللي وصلنا له دازت الحرب ديال العراق وما ادرك ما حرب العراق وامريكا واثنين وتلاتين دولة ضد العراق ومع دالك ما وصلناش لهذا شي اللي وصلنا له اليوم فضل تسير ديال الحكومة الفاشلة التي يطر عسوة حزب الاحرار وعلى رأسي اه أخ نوش بلا منسى أن هناك جوز الأحزاب كذلك يشاركون الحكومة هذه اللي هم حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة هالثلاثة دي الأحزاب اليوم الذين يشاركون في جريمة ضد المواطن المغربي جريمة بكل ما تعني الكلمة من معنى جريمة أنهم يعني كي حاربوه في القوت اليومي دياله استلوجها قبل مني عدد كبير من الناس يعني ما لقاوش أكبر من العقالاء في بلادنا أكثر من الأسرة العلوية الشريفة وأكثر من أعلى سلطة في البلاد هو ملك البلاد حفظه الله كانت منه أنه يوقف هذه الحكومة عند حد لأنها لم تفي بوعودها لأن المواطن والشعب المغربي اليوم يعيشوا يعني العذاب الحقيقي في ظلها حكومة أثبتت الفاشل ديالها حكومة تؤجج الوضع الداخلي هذا الشعب اللي كانت منه من ملك البلاد حفظه الله أنه يدخل يعني لتوقيف هذه الحكومة هذه اللي كيف مكتلكم رأى حكومة فاشلة للأسف شديد